نروح لقصة صلاح مع ليفر بول والكلام على صلاح بقى كتير جداً الحقيقة يعني أنتوا بتكلموا على مفاوضات طالت ودخل في السكة بقى أنديه كتير جداً أخيرهم طبعاً زي ما اتكلمت بقى حضراتكم تشيلسي اللي بيحاول أنه يحصل على خدمات الفرعون المصري محمد صلاح اهتمامات تانية من الريال اهتمامات تانية من البرسة تشابي كمان مدير فني لبرشلونا شايف أنه صلاح مكانه في البرسة وصلاح عسب ما هو قال وعبر قبل كده في تصريحاته يعني أنه صلاح هو الامتداد الحقيقي لليو ميسي في برشلونا وبالتالي عدم وصول أو طول مدة مفاوضات مع صلاح مع ليفر بول بتعزز بشكل كبير جداً من فكرة انتقاله وعدم إكماله للمسيرة في الأنفل لكن الحقيقة لأصلتك البريطانية كلمت على أنه فكرة أنه ليفر بول ينجح بالفعل في إقناع صلاح بالتجديد بصرف النظر عن الرقم أنت تتكلم على أنه صلاح طالب تقريباً ربعمائة ألف سترليني وده رقم يوازي ضعف ضعف ما يتقضى صلاح حالياً كراتب أسبوعي في ليفر بول ويتخطى مش بس جوه ليفر بول ويتخطى أعلى الأجور اللي يتقضىها لعب في البريمير ليج عموماً وهو أعتقد لوقتي كيفين دي بروين نجم بلجيكا ونجم من سيتي بحوالي 25 ألف سترليني ده يأثر إزاي على ليفر بول سلباً من وجهة نظر دي أتلاتيك أنه ليفر بول لن ينجح في ضم صفقات جديدة الموسم القادم ومش بس كده كمان ويأثر بشكل كبير جداً على قدرة ليفر بول على التعاقد مع ساديو ماني أو تجديد عقد ساديو ماني لأنه عقد ساديو ماني كمان بيخلص وعقد روبيرتو فيلميني ونجم البرازيل كمان بيخلص وبالتالي إذا ما نجحت إدارة ليفر بول في التجديد لصلاح بالمقابل المادي ده أو حتى لو نزلت عنه شوية هتواجه صعوبة كبيرة جداً لأنه بالتأكيد ساديو ماني مش هيقبل أنه يبقى بعيد عن محمد صلاح إن لم يطلب أن يكون تاتا تات أو راس براس يعني مع محمد صلاح وهتكون مشكلة برضو معقدة لأنك بتكلم على فيلميني واحد من أهم النجوم في الفريق ونجم برازيلي وبالتأكيد عنده عروض فعشان تجدلت للتالتة دول بمقابل مادي كبير كده ده يمنعك واحد من التعاقد مع صفقات جديدة واثنين يمنعك بالتأكيد منك أنت تجدد للتالتة وفي أغلب الظن هيكون واحد من السلاسي المرعب والمدمر للليفر برة الأنفلد في الموسم القادم